موسيقى الناس كلها مستنية الترقيات اللي أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة اللي فاتت وده كان متوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإجراء كافة ترقيات كبيرة فيه الجهاز الإداري للدولة وده هيكون مع بداية العام المالي الجديد وكلها كام يوم وهيعلن مجلس الوزراء رسمياً قرار ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وده وفق التصريحات الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركز للتنظيم والإدارة واللي قال إن فيه مشروع ترقيات للموظفين وكمان الدكتور صالح الشيخ قال إن هيكون فيه تنسيق كامل مع وزارة المالية بخصوص صرف حافز للموظفين ورئيس جهاز المركز للتنظيم والإدارة أعلن عن بشرة للموظفين على الدرجة الأولى وقال إنهم هياخدوا حافز مالي ووضح إن 880 ألف موظف هيترقوا وكمان قال الدكتور صالح الشيخ إن الحكومة المصرية في مرحلة مهمة بخصوص تعينات المواطنين في موظائف المحكومية وإن بوابة وظائف الحكومة فيها مليون و800 ألف زائر ويحق للمواطن التقديم للوظيفة الفاضية وأشر إن وزارة الرئيس بتعلن عن احتياجها للمهندسين وإن فيه طلب للأعضاء من هيئة التدريس لشغل بجنوب الودي وقشف إن فيه 6577 وظيفة متاحة على بوابة الوظائف الحكومية ووضح رئيس جهاز المركز للتنظيم الإداري إنه لم يتم الاستغناء عن أي موظف من الجهاز الإداري للدولة وإن فيه موظفين تم اختيارهم وأكد إن مفيش ضرر لأي موظف من عمليات الإصلاح الإداري للدولة وإن فيه خطة للتعامل مع الموظفين اللي بيش هيتنقلوا للعاصمة الإدارية والدولة بتحط حلول لكل حاجة وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن عدد اللي اتدربوا لحد دلوقتي بيكون 56587 موظف وأضاف إن الجهاز بيوصل تنفيذ البرامج التخصصية وانتهى من تدريب 1048 موظف في برامج التخطيط الاستراتيجي بالتعاول مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتدريب 970 موظف على البرامج المالية بالتعاول مع وزارة المالية وتدريب 739 موظف من العاملين بالمكاتب الفنية وطبعاً 628 موظف من العاملين بإدارات العلاقات العامة والمراصم بالتعاول مع معهد الدراسات الدبلوماسية و298 موظف من العاملين بالسكرتارية التنفيذية و279 موظف من العاملين بالإدارات التعاقدية و175 موظف من العاملين بإدارات ومكاتب خدمات المواطنين بالتعاون مع منظمة الشكاوى الحكومية و84 موظف من العاملين بإدارات الاتصال السياسي وأشرت دكتور صالح الشيخ أن إجمالي عدد الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة بيكون 119 جهة سواء الجهات اللي هيتم نقلها بشكل كلي أو جزئي أو من خلال تمثيل القيادات فقط وبكده تكون خلصة فقرتنا هنستنى رأيكم في الكومنتات ونشوفكم فقرة جديدة إن شاء الله موسيقى